عنوان التغلب على الصعوبات وتأكيد على ضرورة دعم المؤسسة العراقية السياسية عنوان تكرر قبل ست سنوات ابان زيارة جوتريتش إلى بغداد واليوم تعاد نفس الثوابت وفي ظروف لم يخرج العراق فيها من فوهة الأزمات زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى بغداد تعكس رسائل محلية ودولية في غاية الأهمية كما يقول مراقبون فما بين التحديات السياسية والاقتصادية والبيئية التي تنوعت رسائل جوتريتش فيها عن أبرز القضايا العراقية جاءت الإشادة الرسمية بأهمية الزيارة والدعم الأممي الداعي لضرورة كسر دائرة عدم الاستقرار لكن الرسائل الأكثر أهمية في صلب العملية السياسية العراقية تركزت على لسان جوتريتش والذي جاء يلخص جملة المراقبة الأممية على مر السنوات وفي جزئيات المشكلات العراقية ألوى هي جملة الاستقرار الداخلي سيما بزيارته إلى أربيل وتأكيد على ضرورة الاتفاق بين المركز والإقليم دور العراق الفاعل في لعب دور الوساطة كونه صمام أمان مهم في المنطقة والديمقراطية المنشودة التي يبحث عنها العراقيون والاهتمام بحلول الأزمة الاقتصادية وأزمة سعر صرف الدولار ثوابت دعت لها الزيارة الأممية بأهمية على الطاولة الحكومية ودعم للحكومة في مشوار محاربتها للفساد بحسب محللين فإن تلك المشكلات تمثل أهمية قصوى لدى الشارع العراقي فينظر لها بعين أممية ودولية نظرا لأهميتها في صناعة الاستقرار الذي تحتاجه البلاد منذ زمن طويل اشتركوا في القناة